كل العلامات دي أضربها في الخلاط كده لو حصلت معايا أهو أعرف أن التخاطر بتاعي نجح بنسبة مليار في المية أهلا بأعز وأغلى وأجمل ناس في الدنيا بعد التصويت الكاسح عايزين حلقة بعد ما عملنا على التخاطر تيتعامل إزاي والطريقة الصحة عشان توصل للإنت عايزوا اقترحنا عايزين بقى إحنا عملنا التخاطر نعرف منين إنه هو نجح إيه العلامات ده إحنا معانا علامات كتير قوي قوي أنا ما كنتش عارف إن فيه كتير قوي ما هوش عارف الموضوع ده ولكن مدام طلبتوها خلاص هنعمل حلقة النهاردة أنا برحب بكم وأدعو اللي ما اشتركش في القناة إنه هو يشترك والجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه ولكن هتكلم في ملاحظتين بسرعة كده أو ملاحظة في صديقة لنا على الفيسبوك لما نزلت حلقة التخاطر فاستوقفني تعليقين تعرفين إن أنا مدمن على قراءة تعليقاتكم يعني وديه هواية بالنسبة لي فبتقول ليه نوجع دماغنا اللي عايزين نبعات له رسالة نبعات له على الموبايل على الواطس على العلل فأنا لا أعلم هل هي بتتكلم من باب الاستخفاف ولا من باب الهزار ولكن أنا كده يعني إن كتلكلمة تحتمل عشر معاني وحشين ومعنى واحد حلو فأنا هاخد المعنى الحلو لإني ما أحبش أزعل من حد ولكن خاصة إن هي واخد شارط أبرز المعجبين أنا مش هقول اسمها بس أكيد هي عارفة نفسها لأن هي الوحيدة اللي كتب التعليق بالشكل ده ولما بتكون حد من أبرز المعجبين بيبقى يعني العتاب عليه الضعف شوية لأن المفروض إن ده شخص مميز من شخص عادي فأنا هرد على النقطة دي ليه ما ينفعش ما يمكن يكون كلامها منطقي برد ليه ما ينفعش أنا عايز أقول لها حد حاجة بعد طيب ما أنا ممكن ما يكونش معايا وسائل التواصل دي دي حاجة يعني أنا لا معايا راكمه ولا معايا الأكاونت بتاعه ولا هو أصلا عنده طيب دي حاجة خلين أنا معايا تاني حاجة أنا عايز أبقى شخص مميز أنا عايز أبقى شخص مختلف ده التفكير السطحي بقى في موضوع التخاطر هو التخاطر مجرد رسالة التخاطر زيادة الانسجام بيني وبيني الشخص ده يحس إن أنا مميز يفكر فيه والعملية مش عملية رسالة ورايحة وخلاص العملية عملية إن أنا لما أعمل تخاطر مع الشخص ده هشده هخليه يفكر فيه هخليه يهتم بأمري حاجة روحانية أكبر مليون مرة من تفكيرنا السطحي ده بتدعم العلاقة قوي بيننا بتخليه كده زي المجنون يدور مش مرتاح عايز فيه حنين فيه حنين عايز إنه هو يتواصل معايا عايز يشوفني عايز يكلمني عايز 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 ما أي حد له عايز يبعط رسالة لا أي حد يبعط له على مواقع التواصل إحنا عايزين الطريقة المميزة الطريقة اللي فيها حب الطريقة اللي فيها احتواء الطريقة اللي فيها انسجام الطريقة اللي هي أسمة من كل الطرق اللي نعرفها الطريقة اللي ملهاز زيه واللي مش أي حد على فكرة يقدر إنه هو يعملها الموضوع أبعد من كده فأنا بعتب عليكي ولكن أنا متأكد إن أنت ما كانش أصدك يعني ولكن تعليق ممكن يعني يكون مش في محله شوية أو خانك التعليق أو خانك الكتابة وده اللي أنا عايز أقوله طيب العلامات بقى عشان ندخل في موضوع حلقتنا معلش أنا أزعكتكم بس لازم أوضح أنا معرفش أفوت حاجة زي كده أولا التخاطر محبب في حاجتين كده قبل ما نتكلم يعني أنا محببتش أقولهم في الحالة اللي فاتت يعتبر مكملين لبعض التخاطر ممكن يتعامل أكتر من مرة يعني ما تنتظرش النتاج من أول مرة اللي أعمله مرتين ثلاثة أربعة كل ما تكون جد لحد ما تزبط قوي معاك لأن غالبا مش كلنا حتى لو عارفين العلامات هنعرف نعمل صح من أول مرة بيبقى في توطر قلة التجربة جديدة مش عارف إيه كده لكن تاني تالت رابع مرة بنحس إن الموضوع بدأ من أن أعتاد عني فاكتكرار عملية التخاطر أفضل بكتير والنتاج بتكون أحسن تاني حاجة يفضل لأن الشخص اللي أنت هتعمل معاك التخاطر ده يكون صديق يكون قريب يكون حبيب يعني كل ما يكون كده يكون أفضل والنجاح أكتر علامات بقى النجاح أنا دلوقتي عملت التخاطر عايز أعرف أو عايز أعرف إيه العلامات اللي لو حسيت بها الشور بقى اللي أنا عايزه وصل واللي أنا عايزه عملته أول حاجة الراحة النفسية أشعر براحة نفسية كده بقالي فترة كبيرة ما حسيتها إيش مرتاح كده وحسس أن أنا واثق اللي أنا اللي عملته وصل واثق أنه هو دلوقتي وصل له المسيج بتاعتي تاني علامة لاطمئنان حتى لو أنت عندك مشاكل الدنيا بتحس أن أنت مطمن مش ألان بيروح الألأ بيروح التوتر لأن هي عملية روحانية أصلا أنت استعدادك لها بيخرجك من كل ده التوتر الاكتئاب الألأ كل ده تالت حاجة زيادة الانسجام زيادة الحنين وده اللي أنا يمكن قولته بشكل تاني في بداية الحلاء زيادة التوافق مع الشخص ده زيادة درجة القرب مع الشخص ده العلامة اللي بعد كده أو من العلامات اللي بعد كده لما أجي نم بقى احنا غالبا اتفقنا أن أفضل وقت بيكون بعد الصاعة 12 في أي وقت بقى النوم بعمق حس أن أنا نمتي نوم كده بقى لي سنة ما نمتوش مش نوم ألأ وكله كوابيس وي 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 كمان ممكن أحلم بيه يجيلي في المنام دي من العلامات اللي تأكد على نجاح التخطر بس خلي بالكم بقى بشكل إيجابي يعني ما يجيش وإحنا بنتخانم مع بعض وكل واحد مدت تاني بنيه في وشه لا نحلم حلم حلو يعني حلم إيجابي مش سلبي العلامة اللي بعد كده وصول شيء منه يا إما روحاني يا إما حسيت كده بحاجة حسيت بي يا إما اتصل علي يا إما بعتلي مسج يا إما شفتوا صدفة أو قابلتوا صدفة ممكن أعمل التخاطر تاني يوم ماشي في الشرح سبحان الله وما بيجيش اتقابلنا كل العلامات دي أضربها في الخلاط كده لو حصلت معايا أهو أعرف أن التخاطر بتاعي نجح بنسبة مليار في المية دلوقتي بقى أنفذ التخاطر وأقدر دلوقتي أشوف أو أعرف هو نجح ولا لا ما نجحش كرر رجع أن ندوس لي معلش وإنشار لأن الموضوع بانطلب كتير أنا بزعل لما حد ببعتلي والله على الخاص ومبعرف أرد علي فمعلش لما هيشوف الحلقة دي هترد على أسئلة ثم ما يزعلوش مين لأكتر وإن أعرف أن أنا مؤثر قوي وبعتذر قوي في موضوع الرد على رسالكم بس هصبر عني فطلب الوحيد لو شايفينها مفيدة أنا بقول لو شايفينها مفيدة اللايك بيوصلها الأكبر قدر من أصدقائنا المشتركين والشير برضو نفس الكلام ده طلب الوحيد واكتبوا لي أراءكم واكتبوا لي استفساراتكم في حاجة مش وقت حدا نعمل حلقة ثاني وتالت وعاشر أنا مريش غيركم نمسك الموضوع موضوع موضوع كده لحد ما نوصل بالإفادة القصوى أنتو حبيبي وأنا وبتصقوا فيي وأنا لازم أكون قد الثقة دي ولازم أتعب عشانكم ولازم أعمل أي حاجة ترضيكم وأنا بكون سعيد مدام أنا سعيد وأنا بعمل كده خلاص وبكون أسعد بتعليقاتكم وأراءكم وبحب أن أنا كمان أتناقش معاكم وارد عليكم يعني على قد أن أنا ما قدر ده حاجة بتسعيدني في قناة على اليوتيوب قناة محمد أبو زد دي بننزل فيها الأبراج ونصائح للعلاقات وكده وفي قناة تانية عشان الأصدقاء أنا ما يختلتش علم الأمر الفطفضة بناخد الأسئلة نعرضها بناء على طلب صاحبها أو صاحبتها بناخد أراءكم بقول رأي بنقول دلوس مستفادة قناة مهمة أو اسمها اسأل محمد وعيلته أنا بادعو برضو اللي ما اشتركش إن هو ينضمنا لأنه محتاجين الرأي ومحتاجين إن إحنا نوسع القاعدة وزي ما بقول نكون مجموعة من العقلاء اللي اجتمعوا على هدف الإفادة أو الاستفادة كله في الآخر بيكون شيء يعني جيد لنا ومفيد لنا في النهاية وفيها سواب كتير أو الانستجرام والمكان اللي بنعمل على اللايفات دايما يعني برضو كل الرابط دي بقى لو أنت على اليوتيوب هتلاقيها في وصف الفيديو وانت على التعليقات هتلاقيها واشكركم جدا على المتابعة اشتركوا في القناة